يا مساء الخير والردو والبركة على كل المتابعين اكلنا بالمصري الفراخ المالية اكلة الولاد المفضلة والنهاردة هعملها على طريقتي بطريقة طحفة هتطلع طريقة جدا من جوة وده بيوم ارمشة من بره والفراخ لازم تطلع مستوية يلا بينا نعمل بروست الفراخ بطريقة سهلة في الاول كده باسم الله هتجيب الفرخة السليمة وهتبدي تتقطعها لحطة صغيرة طبعا المفروض ان احنا نجيب الفرخة اللي وزناها كيلو مية كيلو وميتين فتكون صغيرة انما الفرخة اللي عندي وزنها كبير شوية يعني تقريبا اتنين كيلو او اتنين ومية فانا هططحها القطع صغيرة علشان تديني نتيجة كويسة وتبقى برضو مستوية فبقسم الورك زي ما شفته كده وبقطع الورك الواحد لتلت قطع بعد كده هبتدي اقطع السدر فبفتحه الاول كده من النص وبعد كده بحاول ان انا افصله لقطعتين بشيل بعد كده الزور وببتدي ان انا افصل الجناح بشيل برضو الطرف بتاع الجناح ده احنا مش عايزينه بعد كده بقسم الجناح بالشكل ده والسدر بقطعه لتلات حتات لكن الفرخ لو عندك صغيرة قوي السدر قطعي لحتتين بعد كده هنعمل محلول النقع وشوية مية هنحط فيهم معلقتين ملح وهنحط معلقة كبيرة جنزبيل بودر وعصير اللمون وننزل بالفراخ طبعا الفراخ لازم يكون غسلنها بالمية كده في الحنفية بس هنحطها برضو في محلول النقع ده ده هيخلي الفراخ برضو اه يعني يبقى ريحتها كويسة وما تيلاقيش منها خلص هنسيبها في محلول النقع ده ممكن نص ساعة ممكن ساعة بس نص ساعة تمام قوي انا سبتها نص ساعة بعد كده هبتدي ان انا اتبلها كده خلاص هسيبها في محلول النقع بعد كده هاخدها على الحوت واخسلها وحطها في المصفة الصفة ومعايا معلقة آآ كبيرة بابركة وفلفل اسود وجنزابيل بودر ومعلقة زهطر ومعلقة ملح ونص معلقة شطة المقدار ده لفرخة صغيرة لكن لو هتعملي فرخة كبيرة فهتبقى معلقة كبيرة مش معلقة صغيرة معايا بعد كده كبايتين لبن وسخمتهم على النار كويس جدا جدا بعد كده هحط لهم ربع كبيرة خل واحنا هنا بنخلي اللبن يبقى رايب لو انت عندك رايب هتستخدمي بس الافضل انت تستخدمي اللبن وتسخني خطوة التسخين دي هتوفر علينا وقت في التسوية لان هتخلي الفراخ يعني دخل كده في نسبة وسيطة من التسوية بس هتساعدنا في التسوية ان هي تكون مزبوطة ناخد التواب اللي احنا حضرناها ونرشها على الفراخ بعد طبعا مصفناها من محلول النقع وغسلناها تنمية وحطناها في المصفة هننزل عليها بالتواب اللي شفتوها وكمان معلقة صغيرة طن بودر علشان انا انسيت احطه آآ مع باقي المقادير في الاول وننزل بكوب بيتين اللبن السخني جدا يعني اللبن كده اول ما ابتدي في الغليان نحطه على الفراخ نقلبهم كويس قوي ونغطيها ونركينها على جنب الخطوة دي هتدي للفراخ طراوة وكمان هتخلي الفراخ تاخد نسبة وسيطة من التسوية نبتدي نعمل كفر التغطية معايا كوبايتين كوبار دقيق وهنا انا هعمل خطوة بالنسبة لي مفضلة وديتني نتيجة كويسة او ان انا هحط على دقيق آآ ظرف صغير من الفيجتاري الحار وظرف او كيس كبير من الفيجتاري الاكسترا او الكريسبي فتقدري هنا تحطي نوع البقصمات اللي انتي بتحبيه بس لو حطيتي البقصمات الحار ده هيديك نتيجة كويسة ولو ما عندكش البقصمات الحار ممكن لو عندك تحطي معلقة كبيرة مع التدبيلة والتدبيل الفراخ طب الفراخ بنسبها قد ايه لو انت عايزة تعمليها في نفس اليوم ممكن تعمليها الصبح بدري وتسيبها ست ساعات بس لو سبتيها في التلاجة طول الليل هتطلع روعة آآ هنا طبعا نشيل فرخة معايا كبيرة انا زودت شوية مقداري الدقيق وحطيت البقصمات زي ما شفته وبرضو ممكن نزود شوية آآ توابل او بهارات على لكن آآ كمية الفشتار اللي انا حطيتها كانت مصبوطة جدا هنا الفراخ بقى انا بحاول ان انا افتحها آآ علشان تاخد بتسويق كويسة الحتة اللي هي بتاعت السدر بتكون كتلة كده حتى لو مقطعها صغير فهي بتكون كتلة آآ الدبوس فانت ممكن بالسكينة كده تعملي له نغازات ولو عملتيها قبل التدبيلة طبعا هيكون افضل بس لو لو نسيتي تقدري تعمليها كده قبل ما تحطيها في الكفر بناخد الفراخ ونحطها في ونغلفها كويس بعد كده ننزلها في مية بتلج او مية سقعة يعني ممكن زازة مية سقعة كده وتفضيها في الطبق آآ لو ما عنديكش تلج وتغطسي الفراخ بعد ما حطناها في خدت كفر بسيط كده ننزلها في المية ونركحها تاني في الطبق يبقى احنا بناخد الفراخ من التدبيلة آآ نعفرها بالدقيق او نغلفها بالدقيق بعد كده نحطها في المية السقعة بعد كده نغطيها تاني بالدقيق وبكده احنا ضعفنا الكفر اللي عليها. نحط الزيت غزير على النار. ونشوف الزيت لو سخن. نحط كده قطعة من الدقيق او التدبيلة اللي احنا محضرين فيها الفراخ. اول ما تغلي كده او تحسوا بالرغوة يبقى كده الزيت سخن جدا. آآ الزيت سخن جدا. النار وسط نبتدي نحط الفراخ. تمام? نحط التلات قطع لان انا مستخدمها حاجة ديقة شوية عشان الزيت يبقى عالي. بحيث ان الفراخ آآ يعني كمية الزيت حواليها تبقى كتير. ده هيساعد على التسوية الكويس. النار ما ينفعش تبقى عالية علشان الكفر اللي بره ما ياخدش لون دهبي بسرعة والفراخ تبقى نية من جوة. يبقى انا بعلي النار على الزيت اول ما يبقى سخن بخلي النار وسط. وبعد كده ببتدي اسوي الفراخ. آآ بنقلبها مرتين تلاتة لحد ما تاخد اللون الدهبي الحلو ده ولازم نتأكد ان هي مستوية من جوة. اول ما بتطلع قطعة بحرف السكينة الرفيعة بتبتدي ادخليها. لو لقيت ان الفراخ مستوية كده تمان بكتفي. لكن الفراخ لو مش مستوية بسيبها على النهار شوية كمان لحد ما تطلع بالشكل ده. طريقة الفراخ المقلية او البروست بالطريقة دي او البروست آآ دي طريقة خاصة بيه ممتازة جدا. ده نتيجة حلوة تقدروا تجربوها تعجبكم. هتعملوا كفر طعمه حلوة قوي. الفراخ هتبقى مستوية من جوة. لونها دهبي يوم قرمشة من بره وان شاء الله لما هتجربوها تعجبكم جدا. والسلام عليكم.